حلقتنا بتكفي ورح نحكي اكتر مع نتالي بيت سمارت عن الافوكا هاي نتالي سباح الخير تمام سباح وانتار الحمد لله الافوكا يلي طيب كتير وبيقولوا ببنصح مضبوط مضبوطة الكلمة اللي اللي عم نحكي عن الافوكا لانه اكيد بلش الافوكا يتواجد بالسوق موسموا عادة ابتداء يعني باخر الشهر ببلش الافوكا وبيضل لحديد تقريبا شهر نيسان هلأ من ميزات الافوكا دغري بنفكر انه هو فويكا وفي كتير اشخاص يمكن بتخربت فيه بتقول اوكي هيدا فويكا مثله مثل غيره فاذا فيه نفس الميزات فيه نفس العناصر الغذائية فيه سكر ما فيه سكر دونك الاشخاص اوقات كتير بيخربتوا بتكوين الافوكا وبيستعمالوا الافوكا ممكن انه نستعمله بطرق كتير عديدة وسبق عملنا اذا بتتذكر موس مع الافوكا بس اليوم ما رح نعمل رسيتات كتير رح نحكي اكتر عن ميزاته الغذائية الافوكا اكيد افضل انه نشتري فج لانه عادة بيقطفوه فج وبيستوي بعدنا عندنا بالبيت او عند الخدرجة هلأ وقت اللي نشتري الافوكا مهم كتير انه الافوكا نقيه اكيد ما يكون فيه خدش واذا ممكن انه لازم دايما نطلع على محل ما عاديش تبعيته مهم انه ما يكون كتير مسود اذا كان مسود يعني صر له فترة واكيد ما بيعوده الميزات الغذائية تبعوله متل ما وقت اللي يكون الافوكا بعده مقطوف طازة كرميلة الافوكا يستوي عادة فينا نحطه بكيس ورق واذا تنسرع هالطريقة او هالعملية الاستوي فينا نحط الفاحة معه بالكيس الورق ونسكره مفروض بين يومين لخمسة ايام يكون الافوكا مستوي نتالي في ناس في الافوكا بيحطوه 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 شقفة شقفة اماش ولا ولا لا ممكن ممكن يعني هو شو بيكون شو بيعطي لكي او التفاحة اللي بتطلع نوع من مادة هي الافوكا بتخلي هال الافوكا يستوي بسرعة اكتر هلا اللي ماش ممكن انه يساعد ما بعرف انا بعرف كيس الورق لانه بيخلي هالانفيرونمان اللي موجود فيه الافوكا يخلي هالاستوي يصير بطريقة اسرع وتتحول هالالييف اللي موجودة فيه تتحول لعناصر غذائية اللي نحن عادة بنفتش عليها بالطعمة وبالنكهة وكمان بتناولنا الافوكا هلا من الاشياء اللي مهمة كنا عم نشوف قبل نوعين افوكا اوعزا انتبهتلون الي في الافوكا اللي اكتر شيء هلا في عدة انواع من الافوكا بس اللي اكتر شيء منستهلكو في اللي بيسموه الهاس افوكايدو او كاليفورنيا افوكايدو اللي بيكون عادة من برا بيكون هيك مخربش والافوكا تبعو الفلوريدا اللي هو بيكون ميليس اذا بتلاحظ اللي على اليمين هو الهاس افوكايدو واللي على الشمال هو الفلوريدا افوكايدو هلا الفرق فيهم عم نحكي نحن تغذية الفرق فيهم انه غير انه الحجم ما عم بحكي انا اكيد العليمين اصغر بس نسبة السعرات الحرارية والدهون بالافوكا الكاليفورنيا افوكايدو اللي هو خشن لنفس الوزن اقل من الافوكا هاللي ميليس بيكون اللي كمانا متواجد عنا بسوء يعني اذا بدنا نحكي لتقريبا ثلاث شرحات رفيع من الافوكا حوالها الخمسين جرام تقريبا بيحتوي على خمسة واربعين سعرات حرارية بالافوكا الميليس بينما بالافوكا اللي كمانا خمسين جرام الافوكا الكاليفورنيا افوكايدو اللي بتكون اشرته منها ميليسي تقريبا ثلاثين سعرات حرارية يعني فيه نسبة الدهون اقل هلا الفرق منه كتير كبير حسب قديا عم ناخد كمية بس مهم نعرف هالشي هلا كاتا كوين دهون بما انه عم نحكي عن نوعية الدهون وكمية الدهون بالافوكا الافوكا هو صحيح فويكي بس نسبة السكر فيه منه كتير عالية مثل بقية الفويكي يعني انا ما فيني ارنو بالاناناس ما فيني ارنو بالتفاحة ما فيني ارنو لانه بالتفاح فيه سكر وبينما بالافوكا اكتر شي فيه هو الدهون والدهون اللي موجودة بالافوكا هي دهون غير مشبعة وبالاخص المونو انساتوريت فاتس اللي شبيهة لزيت الزيتون او الزيتون شبيهة كمان لنوعية الزيت اللي موجودة بالسمسم دونك هي منها الانواع من الدهون الغير مشبعة عم نحكي نحنا تقريبا اذا بناخد افوكا ياسو وسط تقريبا نص الافوكا بتعطينا مية سعر حرارية تقريبا ملعقتين لملعقتين ونص من الدهون دونك ننتبه وقت اللي بناخد افوكا صحيح هو من الدهون الجيدة بس بنننتبه انه هو من المأكلات اللي نسبة الدهون فيها عالية هلأ غير الدهون بالافوكا بيحتوي كمان على اليف عادة وقت اللي ناخد زيت ما فيه اليف وقت اللي نتناول يمكن مأكلات فيها نسبة دهون عالية قليل كتير انه نلاقي اليف اكيد المكسرات كمان بتحتوي على اليف بس الافوكا هو مصدر للاليف يعني تقريبا هم نحكي نحنا هون 3 جرامات من الاليف لكل نصف افوكا هي كمية مش عطلة للاشخاص هللي بيهمن انه يزيدوا نسبة الاليف بدون ما يكتروا يمكن من غير مأكلات بنظامهم الغذائي وسهل كتير ندخل الافوكا باكلنا يعني الافوكا ممكن انه نحط له خل ومطارد وزيت ناكله لوحده فيه اشخاص بيكلوا مع سكر وعسل فيه اشخاص بيزيدوا اكيد بالمطبخ مضبوط كاسق بالسلطة الفويكي وقت اللي نعمل الفويكي كمانا نونك تعمته كتير بتمشي مع كل شي هلأ شغلي كتير مهمة انه ما لازم نصخن كتير الافوكا يعني الافوكا وقت اللي نصخنه كتير ممكن انه يمرمر يعني بيحتوي على مواد اللي هي البوليفينول والبوليفينول هو الوقت اللي نصخنه كتير ممكن انه يعطوا تعمة مرة مشان هيك الافوكا بيضاف اخر شي على المأكلات او على الاطباق الصخنه وهكي هنت صغير الافوكا اللي يستوى وما بدنا نستعمله ما لازم نتركه متل ما هو نحطه بالفريزر او بالبرات فينا نطحنه نحط حامض على وجه لانه الحامض بيمنع انه يسود ونتركه بالفريزر وفينا ندخله بعدين مع الاملات للاشخاص هاللي بدون يزيدوا نسبة السعرات الحرارية ياخدوا دهون جيدة بدون ما يكونوا عم ياخدوا زبدة او غير انواع من الدهون بيكونوا عم بيحسنوا هواية الدهون اللي عم بياخدوا وبنفس الوقت ما بيكونوا عم بينزعوا تركيبة الدهون بنزاما الغذائي وقت اللي نحكي كمانا عن الافوكا بنا نحكي عن الافوكا هو مصدر جيد للفيتامين كا والفيتامين كا معروف عنه انه مفيد لسيالين الدم بيساعد انه يرقلج سيالين الدم الفيتامين كا كمانا مهم للعظم لانه بس نحكي عن العظم نفكر دايما عن فيتامين دي كالسيوم فيتامين دي بس العظم كمانا بحاجة لتوازن بغير انواع من العناصة الغذائية ومن اهمة الفيتامين كا مهم انه مش غلط ندخل هالنوع من الفويكة العالية بدهون بنزامنا الغذائي هو كمانا مصدر للفيتامين بسيس والبنوف اللي هنه فيتامينات ضروريات من اهم فويدن هنه انه مهمين للخلايا العصبية مهمين كمانا لكتير من الانشطة اللي بحاجة الى الجسم كرميلتها يفكك البروتينات ويفكك الدهون ويعمل متابوليسم لكل المأكلات اللي نحنا عم ناخدها دونك ما نقول لا هيدا فيه دهون ما بدنا نقرب صوبه ما ننسى انه اكيد فيه فويد تانية ضروري انه ناخدها به هالنوع من الفويكة شغلة كمانا ويمكن هيدا ما منعرفها هي الفيتامين سي الافوكا كمانا بيحتوي على الفيتامين سي هلا صحيح يمكن ما انه بالنسب الكتير عالية يعني احنا ما عم نحكي عن هالانواع من الفويكة مش متل البردقان ما انه متل الاناناس ما انه متل الكيوي بس ليش لا احنا بالنهاية ما بدنا نرتكز على نوع فويكة واحد او نوع خضرة واحد تنقمن احتياجاتنا اليومية لونك الافوكا ممكن خاصة اذا كان محافظين عليه بطريقة سليمة وجيدة ممكن انه يكون هو مصدر كمانا للفيتامين سي هلا نحنا وقت اللي نحكي عن الافوكا الافوكا هو من الفويكة اللي ممكن انه نزيدها بالاكل ممكن انه نزيدها كمانا كبيري والبوري عادة مش معوادين كتير نخدها غلا بالجواكا مولي بالاكل المكسيكا هلا هاي دي شغلي لازم يمكن ندخلها بس مع شو مثل شو مثلا بوري الافوكا بتلبا كنت عم بحكي قبل فينا ندخل ستيك هو الافوكا كتير تعمته نعمة فاذا بيقدر يتأقلم مع غير تعمات بنحط له كزبرة ممكن انه ينحط له حاموض حتى ممكن انه ندخله بمع الفويكة مثل البامبلوموس هلا قريبا موسم البامبلوموس مع البهارات بيلبق كمان يعني بيحمل بيحمل فينا نحطه وينما كان عم نحكي عن تركيب ناطالية تشبع شوي البطاطا كمانا يعني عم بحكي حد المالح بتستوعب البهار صح صح مية بالمية نوتر شوي تعمته نوتر وسبق عملت موس شوكولات معمولة من الافوكا حتى ينايله ما حدا نحس انه في نوع معين من الدهون اكيد هاي دي رسالة فينا نرجع على الحلقات السابقة نشوفها هلا قدي فينا ناخد افوكا وقد نظلنا منتبهين على اكيد صحتنا نفيد اكيد نسبة الدهون اللي عم ناخدها نحسنا ونفس الوقت ما نكون عم ناخد كتير نسبة سعرات حرارية تقريبا حديد النصف افوكا مرتين بالاسبوع بعتقد انه هي كمية مش عاطلة انه ناخدها هلا اذا اخدنا اكتر من هالكمية هاي مش غلط بس بدنا ننتبه على بقية الدهون اللي عم ناخدها بنظامنا الغذائي ان كانت جاية من المكسرات من الزيت بالطبخ من الاجبان من اللحوم لونك فينا ناخد كمية اكتر من هيك لانه نوعية الدهون جيدة بس ننتبه اكيد لبقية مصادر الدهون اللي عم ناخدها بنظامنا الغذائي نتالي شكرا على كل هالمعلومات حلوة اتمنى لك انعرحلوك احلى و سعراتك احنا رح نتابع بعد شوي ونكون مع ناتشر نحكي اكتر عن الصليب والطبيعة